وقت قليل بيوصلنا عن بداية السنة الدراسية الجديدة وخلال الفترة دي دايماً بنشوف أمهات كتير بيكونوا حبين أن هما يأهلوا أولادهم للدراسة بعد فترة الأجازة دفتنا النهاردة خصاصة المحتوى بتاعها أنها شوف في حلول تربط بين التعليم واللعب والانبساط وقدرت أنها تعمل نظام تعليمي جديد وبعيد كل البعض عن الروتين والحفظ عشان تساعد الأولاد أن هما يحبوا الدراسة منورنا إيمي أبوزا مؤسسة بيج إيميز جايد إزاي كم؟ أهلا بك عاملين؟ تمام الحمد لله طبعاً أنت مش فاهمها يعني هو إحنا بالنسبة لنا كأمهات كلنا أكتر حاجة متعبة في الكون أن إحنا نقعد ولادنا أن هما يذكروا وللأسف إحنا تعودنا على طريقة معينة وبنكررها مع ولادنا تعودنا على طريقة اللي هو زاكر 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 احفظ 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 فأنتي النهاردة وجودك مهم جداً 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 بالنسبة لي أنا شخصياً وبالنسبة لأمهات كتيرة جداً إن إحنا ما بنبقاش عارفين إزاي إن قاعد ولادنا إن هما يعودوا يذكروا من غير ما إحنا نتعب ومن غير ما هما برضو يحسوا إن هما مخنوقين إن هما أينين يذكروا تمام فأول حاجة عايزة أعرف عنها إيه هي المذاكرة اللي من غير حفظ حلو الهدف أني أحفظ عشان أروح أمتحن وحط المعلومات دي وانسى بعد كده يعني أكيد إحنا مش عايزين ده طب ما إحنا ممكن نفس المعلومات دي نعرفها إنه فان لوفلي كده كيوت وي بالطريقة دي أنا عمري ما هنساها يعني أول حاجة إحنا بس نحط نفسنا مكانهم ونفتكر لما إحنا كنا زيهم كده إحنا مش طاقين نفسنا طبعاً مخنوقين طب ليه نعمل تاني نفسي يعني ليه عقد نفسية جديدة في ناس جديدة طيب ما نحن نغير بقى الفكرة دي مع إن نفس المعلومات دي في طريقة تانية ألطف وأظرف كتير أعرف أعرف بيها المعلومات دي واكتر منها بكتير الأطفال بخلقة ربنا كيوريس إحنا ربنا خلقنا عندنا فضول عايزين نعرف تمام إحنا لما بيجي يسألونا بالنقفلهم وبكفاية واش مع إن هي دي أصلاً لما بيسألنا ما هو عايز يعرفه المعلومات اللي موجودة في المناهج هي نفسها هي معلومات الدنيا دي معلومات عامة يعني الساينس المعف أساسي عشان أبقى أفاهم أصلاً كده الساينس في كل حاجة في حياتنا من أول جسمي من أول باكل إيه بشرب إيه بيأثر بيعمل إيه الدنيا اللي إحنا عايشين فيها بتنفس إيه ده كله اسمه ساينس فأنا مش محتاج أوصل لغاية أني أدخل المدرسة عشان أبتدي أشوف ده في منهجه تمام فإزاي بيبقى حاجة فان بني أسيب ويلعب هو الطفل أصلاً بيتعلم وهو بيلعب ده الطبيعي بتاعه فاللعب هو أساس التعليم فعلاً ففيه طرق كتير جداً 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 أحلى وأسهل بكتير من أني مجرد قعدهم غصباً واقتداراً قاعد يحفظ عشان أنه هو يروح يمتحن وخلص صحيح اشتركوا في القناة